خليني أرجع لجوهارة النادي الأهلي وكلام على فرع التجمع والفرع الرابع اللي هيفتحه الأهلي إن شاء الله ويفتتحه مجلس صدارة النادي الأهلي يوم الخميس اللي جاي يوم 1-6 فرع أقيم على يعني أحدث التصميم وأحدث فيما يتعلق بالبنية التحتية وفيما يتعلق بالملاعب واحد من أفضل الأندية أو خليني أقول واحد من أحدث الأندية التي أقيمت في قارة إفريقيا وفي المنطقة العربية مش بس على مستوى مصر هنأكلم على تقريبا مساحة 50 فدان أعتقد وطبعا زي ما حالكم شايفين دي جولة تفقدية قام بها كابتن محمود الخطيب واللواء أركان حرب وليد عارف هو بيشغل مدير إدارة الأشغال العسكرية دي جولة تفقدية في التجمع الخامس عشان يعني يتم الإطمئنان على كافة التجهيزات الخاصة بالافتتاح والذي ما قلت لحضراتكم اتحدد ليه يوم الأول من يونيو المقبل وده كان في حضور طبعا دكتور سعد شلبي المدير التنفيذي المهندس سامح كامل مستشار لهندسي المجلس إدارة النادي والعميد أحمد نحاس مدير فرع التجمع أعتقد أن الفرع ده كمان موقعه استراتيجي جداً لأنه الحقيقة مع وجود الأهلي في طبعاً المقر الرئيسي وفرع رئيسي في الجزيرة ووجود أيضاً فرع في مدينة نصر وفرع في الشيخ زايد لما تتكلم أو تبص على التوسعات العمرانية وتوجهات الدولة المصرية في التوسع العمراني هتجد أنه الموقع بتاع النادي ده هيخدم مناطق حيوية كبيرة جداً قاعدة عريضة جداً مع طبعاً فتاح العاصمة الإدارية وجود طبعاً المدن الجديدة في المنطقة ما بين القاهرة والسويس والقاهرة والإسماعيلية مناطق التجمع الأول والخامس طبعاً مدن زي الشروق وبدر أعتقد أنه الأهلي بيقرب المسافات على كل من يرغب في الانضمام لأسلة النادي الأهلي مصنع الأبطال وأعتقد أنه الفرع ده الحقيقة أقيم به عدد من الملاعب اللي تبنت يعني أو تأسست على أعلى مستوى زي ما حضراتكم شايفين طبعاً ده جزء من الجولة التفقدية